بارك خير عليكم عميراتي وشراكم إن شاء الله كامل تكونوا بخير إن شاء الله نتمنى لكم نهاية أسبوع موفق كما راكم تشوفوا أمانيش في دارنا رحت عند اختي باش نعاونها في الميناج لرمضان أبخير عاود نخلفها لها تعاود تجيل عدنا وتعاوني إن شاء الله بإذن الله دونك الميناج تعى رمضان لازم 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 ل لذلك سيفرنا قصة رمضان وعندها لا يجب عليها لا يأكله لا يأكل قلبهم لذلك تتجل في الجوانس ويقل تجل في المناسب لها لا يجب عليهم حاجة لذلك لا يأكله لا يأكله لا يأكله لا يأكله لا يأكله لذلك تتجل لو كانت عادة ايضا لديه السوسة في رأسها لا تستطيع أن تستطيع أي شيء في الكوزين تحتهم تجعلها تسبك قدام الكوزين تجعلها تسبك بزيوت على العام من رمضان إلى رمضان وخلاص نحن لكوزين تكون نقيقية من رمضان نعودوها كما أحبت نشارك معكم هنا في هذا الفيديو كما شفتوا هذا الإليمان في دار أختي يضع فيه كثير من دوزن يضع لهم كائين التي يفرغين غير شباح غير ديكور لذلك كام الكما شفتوا فرشت هذه السربيات خلتها لكي نشفقها المعن وغسلتهم كائين بلاور لي كانوا قليلا مسخين غسلتهم بيان حتهم لكي يبرقوا الله الله وكائين اللي كانوا نقاية لهم غير هذه الخلطة السحرية اللي كانوا بزاف اللي يعودوا دومان دولي في الوصفة ملاحقوش عليها ولا بلك ما شافوش الفيديو لذلك ديري خل الكريستو مع الماء و تزاديلو شوية تاع الإيزيز لذلك كاس تاع الماء مع كاس تاع الكريستو مع شوية تاع الإيزيز هدا ما كان ديريها في قراءة باش تفشف شي بيها وهاديك هي اللي تخليها كما نقولو دايما مور الفطور مور العشاء عود يجوزي على البوتاجي تاعك على البلارس تاعك على الفايانس تاعك اللي قدم لك ميزينيا و لا قدم لك على الفريجيدر ديالك سورتو اللي عندهم دلاري اللي عندهم دلاري اللي عندهم دلاري على البلنبلي ميخلو حتى حاجة انقية يخربو لك الفريجيدر هدا كي يخليو كامل اللي بلاك فيه نون كل واحدة كي تكون اجوغ مع الكويزين ديالها بسكو الكويزين هي الواحدة اسوالي قاعدة في الدار ولي ماشي قاعدة في الدار كي تدخل مام اللي راه يخدامك كي يغير تدخل الدار الكويزين هي تجوز فيها بزاف الوقت طيب لحشة توجد في طولها لغد من داك كي تجوز فيها بزاف الوقت طيب مام اللي يكونوا يدوروا معك او لا رايحين يسودوا لك الحالة ديالك تكوني معها اجوغ باش ما تخليهاش ما تخليش هدك الشغل يتراكم معليك وما تخليش الدنيتك كما نقولون مدودة ديالك تكوني اجوغ وتنقيها بيان باش تبان دايمن الحالة ديالك مفحف حل كي ما راكم تشوفو هنا يا تاني لا فاينستحها راهي راهي نقية مراهيش موسخة ديالك دارت غير الخلطة السحرية بركية اللي ننطفت بيها معا شوي لقي يكون قيقي بيانسور نمسحو به كامل هكذا يا يولي يبرق يولي يشعل ما مقدم لك ميزين يا غيلا ما كانش فيها البوقع تعز زيت يعني ديالك لازم هاد اليامت تقتاصدو في الزيت معا مراهيش كاي ناا لازم نقتاصدو تولي اللي كانت تحكيش حاول تقليها بكستع زيت ديالك تقليها بمغرفة عزيت ويا ربي هذه هي نونك هنا نحت هادوما اللي نبخوني كانو في الزيتاجات اللي نحتهم باش تخسلهم باش يعود يتولي لكول اختحهم الله الله بيضة للش كي ما نقولو عودس تاني نقتهم اخلتهم ينشفو هاد الي طاجق تاني جابتو مسحاتو تخيبيان ولي طابي تاع الكوزينا كيف كيف داتهم الصالدوبان بس كان كاين شوية لبط في البالكان نونك ما حبيش نخرجهم للبرة اخسلتهم مغير في الصالدوبان برك حكيتهم وهنا يا راهي عودتها رجعت كامل وش كان كاين في الي طاجق ديالها وعلى بالكم راهي معروفة بلي تحب الغوزة ودوك هنا يا هاد البلارات الصغار تاع الي زي بيس هاد التدبيره باش من الي زي بيس توعك ماشي تفرغيهم في تباسة ابخي عاودي يغسلي هادوك تباسة تبيلي كيسات توعك وعلى بلنا بللي المرة هكذا قبل ما يلحق رمضان بشوية الي زي بيس ولي ما تشريش يعني وش عندك ايسا يكملي به باش شهرة رمضان تبدييلي زي بيس جدد دي زي بيس اللي يكونو ديجا فريش كين هاد شوية شوية الي قعدوا لك في البلارات تفرغيهم هكذا في الكيسات اغسلي البلارات ديالك ابخي عاودي لكيسات تاعك عاودي يفرغيها في البلاور كملي بها هاد الي متعربي قبل ما يلحق سيدنا رمضان ان شاء الله هكذا باش كما اقول لكم ما تغسلي متديريش دبلة خافايو هادوكلي كيسات يعني اراهم مرخص احاكميها مكوريهم ورمي عليك هاد هي تدبيره مليحة وراهي استعملتها هي خير انا اقول لكم خير ما تبقوا عادي تغسلي وتعاودي والبلاور غسلتها مليح هكذا يا باش يكونون قايا ان شاء الله لشهر رمضان وما بقاش بزاف يعني شعر قاعدنا يا ربي باحداش نيوم ونطناش نيوم ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله يلحق علينا بالصحة والهنا ان شاء الله وان شاء الله اللي عندو كاش مشكل ولا كاش حاجة راهي في حياته ولا كاش حاجة الله ومتمنيها ربي يحقق هالو قبل سيدنا رمضان ان شاء الله وهنا يراهو الفريجيدر تاني اه حب تتعاود ما نقولكم ش بلي تغسلو اصان بوخصان باسكو تجا راهو نقي وراهي مفرشة في هادو ما كي ما راكم تشوفو بزاف بخاتيك يعني او ليو ما تتقيسير اذا تجا اختوعك بالماء تقيسيهم بالجو بلك تديريك اش حالو تتفتتلك في الفريجيدر تبخي في هونس تفرشي فيه باش يبقى لك نقي باش هاكدا يا كيد تحبي تمسحيه ببارك والفريجيدر جنيرال ما بيانسور ما نخلي واش تاكيد يدود وحتاكيد والسخة لي نقولها لكم ونعاودها لكم ولازم الأمهات هاكدا مليكونوا بناتهم الصغار يعلموهم يعني بنات الصغار يكونوا تحت ست سنين سبع سنين تبدا يبندك لازم تشوفك باللي ما ما راهي تنقي راهي هاكدا باش تكبرع لها هذيك الطبيعة بس كو جيني غالما دايما كي تكون للأم تكون شطرة تكون وقفة على دارها تكون نقيقية بناتها يخرجوا ليها والعكس وصحيح كما لاكوم تشوفو هنا كيف هادو ما البلاور ثاني جابتهم باش تنقيهم وهنا ياو اي تفرغ تاني في القضيان الوش كان عندها باش تشوفوا وش تقضي وش متقضيش الرمضان فرغة الزبيب العين المشماش الزيتون كامل فرغتهم هاكدا ها هادو ما لبوغتمونجي وتخليهم في الفريجيدر كي جي طيبية تلقيهم سهلين متبديش تجبدي هادو الشكاره راهي فصاشي منا وهادو راهو فصاشي منا وهادا راهو فصاشي منا و منظمين poncte manji تجد قطعم كده 15000 15000 23000 23500 يعني لديك الإشوات و رحي لديك في همهما هم تحببت شرائهم لديك رخيص و لديك الغالي و انت شراء على حساب مقدورك هذي هي عما يوجده لسيدنا رمضان وهنا هي فق الفريجي دار ستحصل هذين اللى اغسلتها نظام القطعم تردهم وتكون الحالة نقيقية ومام الفريجيدر النقيب الوثاني اللي جوان تبعه كان يتلقيه بالك الفريجيدر تحاره ومقيه الداخل هي تنقيه الداخل تمسحه دائماً بتشويه لقبلها جافل ولا بالخلطة تعل كريستو ولا تتلقيه اللي جوان تبعه دائماً مدودين كان اللي مام اللي تخبي بار اكزامبل هاي تخبي الخبس في الكنجيلاتر ابخير داكسة شي يخرج منه الفتاة ولا يطح لها الفتاة في الكنجيلاتر يطح لها في هاي كل الجوان يدخل فيهم الفتاة نورمال تخليهم على بلهاج كامل بيهم ليسانسير هي نقات كيما نقوله هذا الكبير لا الواحد كما ينقي الحاجة الكبيرة ينقي من الحاجة الصغيرة حاجة الباسيطة بس كتبان ما تقوله شو بلي ما راهي شو بينه وانضافة ما شير للضياف وحدا تقول لك اني نحن جوز رمضان وحدا ما حيجيني وحدا ما حيشوفني ما ننقيش ولا تنقي غلوين يشوف حمد كيما نقوله لا لا ننقي نضافة لك نضافة لولادك نضافة لراجلك لازم تكون شطرة وقايمة بدارك هذه هي اللي خدامة على بلنا بلي الوقت ما يكفيها شي تو ميما كش كيما التنظيم كيلي تلقيها بلي عندها مية من حاجة تديرها عندها بزاف مسؤولية مين دارها الله يبارك نقيا وكيلي تلقيها في الدار ودارها تهربين من الباب الريحة الوسخ الدود قريب الدود يتمشي معاهم كيما نقوله نونك الواحد ينقي نقا ثم نقا ثم نقا هذه هي هوا واحد جك على غفلة والنوان يقول لكم مشيغر كي جيكم واحد ما متوبة لكم كي تشوفي دارك نقية تريحي اللي شطرة وما رفعت نقية على بالها وكيلي ما تنقيش دارها ما تريحش وتقعد لها توجو هذي كسوسة في رأسها هنا يتاني قدم لابلاك مسحت به هذيك الخلطة السحرية هذي كتاع الكريستو نسميها خلطة سحرية بسكو فغيما فغيما حاجة بزاف مليحة وهلا يهد لابلاك ديالها اختي خسرت لها العمز للول تعزواج تحتها خسرت لها بسكو دارت لها واحد البخودوي اللي ما كانش هي لازم تديرو دونك قاعدت لها في هاد الشوية تاع البراقع اللي قاعدوا لها شمتوا لها لابلاك ديالها بدلت ثاني الريدو نحاتوا باش تغسلو ولا تخانج التاني نحاتها باش تغسلها بسكو عندها مدة شوية ما غسلتهاش ولا تخانج تاع الكوزينة يطلعوا فيها شوية هادو كسبوكا تيتو هي كوم شوية وعلى لاتخانج ديالها لازم تطلع وتنحيها شوية عجزت لها دونك حبطتها كيرانا كيف كيف حبطتها وغسلتها كوم بيضا باش تتنقالها مليح وعودت دار التريدو جديدو كشوفوه معايا وفي اخر الفيديو هاكدا كملت على البكري وتهنت باش ديالي تعاوننا باش لحرطة عليها مليح كي تجيل عنا للدار وهنا هاد الابلونت اللي مقبلت شفتوها كانت في الكاس دونكي دارتها في الكاس باش تخرج لها العرق ابخي دارتها في هاد البو صغير وربرك مي جا بزف متحوف وجا بزف بزف شباب هاد الابلونت كانت وجدتها لها ماما ودتها من عندنا ودارتها خرجت لها ما شاء الله بزف شباء وبزف هائلة وخلتها في الكوزينة وهادو مال معايا كتور شاركتكم ديجا معاكم من قبل ووريتهم لكم معا الفيديو تاع المشتريات تاع رمضان اللي ما شافش الفيديو تروح تشوفو وان شاء الله ما زال كاين هاد اليامات فيديو الجزء الثاني تاع مشتريات تاع رمضان مشتريات ما يحب سوشا همار في حتى في رمضان ونخرجو ونشرو تعجبك حاجة تشاريها لازم تخرجي ديك البرتفاي تخرجيه فارغ باش ما تشاري والو يعني ما يكلك يدك ما تشاري حتى حاجة وحنا انا كملنا الكوزين دونك هي الشامبغ الأخرين كان دارتهم وحدها شامبغ ديالها وشامبغة القعدة والصالان كان دارتهم وحدها وكانوا كيف كيف والا غير كانوا قايا وبسكو ما ما كاش غاشي في الدار دونك ما كاش اللي يوسخ ما كاش داري بزاف هادو كلي دودو ولا عندها ورد واحد ان شاء الله ربي يحفظه لها ويحفظ لكم ولي داتكم ان شاء الله كامل اجماعين وهنا هدا هو الريدو اللي دارتو دونك الريدو مع ليبانو التابعو هدا اللي داتو في جهازها بزاف شباب يعود دارتو هاد المرة وهنا يا فوق الميكروند دايما نحط صني وتع القهوة احنا هاكذا عندنا هاد العادة تعتو جدي سني وتع القهوة دايما تكون محطوطة مع القهوة تضحطو داخل الميكروند كي تجي تشرب ما كلها تقعد جبج فنجل منا وشرب منا يكونوا حاجة واجدة ان شاء الله نتمنى يكون عجبكم الفيديو ونكون دارتلكم هاكذا يا شوية الكوراج اللي مزا ما دارت المينة اشتا عرمضان اتنوضوا تدارو مبقى لي غير انقولكم بقوا على خير وتخلوا في راحكم ونحبكم بزاف اشتركوا في القناة